وحق علي المرتضى يا رسول الله إنهم كذابون وليسوا كاذبين حدثتكم في الحلقة الماضية عن حكاية زواج نبينا صلى الله عليه وآله من عائشة بحسب ما جاء في صحيح البخاري ولا أريد أن أعيد الكلام المتقدم في الحلقة الماضية لكنني أذكركم من أن الحكاية كذب في كذب في كذب وقرأت عليكم من الطبقات الكبرى وهو كتاب توفي معلفه قبل وفاة البخاري البخاري توفي سنة 256 للهجرة وصاحب الطبقات محمد بن سعد الزهري توفي سنة 230 للهجرة حيث قرأت عليكم من أن عائشة كانت متزوجة ومن أنها طلقت بعد ذلك بعد خدعة قام بها أبو بكر وهذا الكلام ليس دقيقا لأنهم يريدون أن يقولوا من أن رسول الله كان يريدها وهي متزوج النبي طلبها من أبي بكر وهي متزوج مثلما قرأت عليكم من الطبقات الكبرى زواج عائشة من النبي لا نعرف حقيقته بالضبط هي زوجة من زوجات رسول الله هذا الأمر واضح لكننا لا نمتلك نصا نستطيع أن نطمئن إليه كل النصوص التي ذكرها أتحدث عن نواصب سقيفة بني ساعدة كل النصوص تتعارض مع منطق القرآن لأنها تلحق النقص برسول الله صلى الله عليه وآله وتظهره بصورة قبيحة جدا ومر الكلام في هذا يمكنني أن أضع صورة بين أيديكم من خلال القرائن ومن خلال تنقية المعلومات بحسب عرضها على الكتاب الكريم وأن تكون مناسبة لشخص رسول الله وأن تأتي منسجمة مع مواصفات أسرة عائشة أتحدث عن أبيها أبي بكر وجدها أبي قحافة وعن أمها أم رومان عن عائلتها عائشة لم تكن صغيرة كانت امرأة متزوجة وزوجها هو جبير ابن مطعم ولأنها امرأة عقيم ولا عيب في ذلك أنا لا أعتبر هذا عيبا في المرأة لا عيب في ذلك هذا أمر ليس بيدها هذا أمر تكويني لا عيب أن تكون المرأة عقيما أو أن يكون الرجل عقيما هذا شأن تكويني لا أريد الحديث عنه لكن العرب هكذا يعتقدون من أن المرأة العقيمة في البيت من أن المرأة العاقرة كما يصمونها في البيت شؤم ولذا فإن حكاية أن أبي بكر ذهب واستلها من زوجها بخدعة وبعد ذلك طلقها زوجها هذا الكلام كذب عائشة امرأة عاقر كانت في بيت زوجها وبقيت عاقرا إلى أن ماتت وهذا ما هو بعيب في المرأة لكن العرب هكذا تعتقد من أن المرأة العاقرة في البيت شؤم لا يبقونها فجبير ابن مطعم تزوجها انتظرها حتما مدة من الزمن حتى تأكد من أنها عقيم لا تنجب وهذا يحتاج إلى عدة سنوات وهذا يعني أن عائشة لم تكن صغيرة أبدا ولم تكن ولم تكن في السن الذي تخبرنا عنه بأحاديثها كانت متزوجة وزوجها هو جبير ابن مطعم وقرأت هذا عليكم من كتاب الطبقات وبما أنها عقيم يبدو أن زوجها أعادها إلى بيت أبيها وحينما هاجر أبو بكر وهاجرت أسرته بعد ذلك إلى المدينة ألسقها برسول الله والنبي الأعظم صلى الله عليه وآله كان يتعامل بلطف مع أصحابه فعينما يطلبون منه شيئا فإنه يستجيب لهم ولذا فإن الأحاديث التي نقلت عن عائشة وهي تصور نفسها بأن النبي ملتصق بها يخبرنا عن عقدة نفسية تعاني منها هذه المرأة لماذا لم تتحدث بهذا أيام رسول الله لماذا ظهرت الأحاديث بعد رسول الله لماذا لم تحدث أمها مثلا في زمان رسول الله بأن النبي فعل معها كذا وكذا الأحاديث التي فيها إحاءات جنسية واضحة تكشف عن عقدة نفسية عند هذه المرأة هذا إذا كانت هي التي حدثت بهذه الأحاديث ربما كذبوا عليها ولكن بحسب ما هو موجود في الكتب فهذه الأحاديث أحاديثها احتمال أن كذبوا عليها هذا وارد جدا لأننا نتحدث عن مجموعة دينها الكذب نتحدث عن الصحابة الذين نقضوا بيعة الغدير هؤلاء مجموعة دينهم الكذب ودينهم التحريف ودينهم التزييف وما مر علينا من أحاديث البخاري الذي هو أصح الكتب عند أتباع سقيفة بن ساعد ما مر علينا من الأحاديث الكثيرة التي يشهد القرآن بكذبها هل تريدون شهدا أصدق من القرآن هل تريدون شاهدا أعظم من القرآن هو الذي كذب أحاديث البخاري ولو بقيت أقرأ من البخاري وأعرض الأحاديث على القرآن فإن القرآن سيكذبها لأن الكتاب هذا منبع من منابع التحريف والتزييف والكذب والافتراء وما حكاية زواج عائشة إلا مصداق واضح من مصادق الكذب والتحريف والتزييف والافتراء على رسول الله صلى الله عليه وآله من القرآن حكاية عائشة هي هذه امرأة كبيرة كانت متزوجة وزوجها جبير بن مطعم لكنها عقيم والمرأة العقيم شؤم وإن كانت عائشة بغض النظر عن أنها عقيمة أم لم تكن كانت شؤما على هذه الأمة ماذا تريدون من الشؤم أكثر من الذي جرى في واقعة الجمال كانت تسبح في بحر من الدماء لقد قتل بسببها وبسبب فتنتها وضلالها ما يقرب من ثلاثين ألف كانت تسبح في بحر من الدماء يقتلون حولها حول جمالها هل هناك أكثر شؤما من هذا ما هو الشؤم هل هو بنفسجي ناصع أم هو برتقالي براق هذا هو الشؤم بعينه يقولون من أنها تابت حتى لو تابت من قال إن الله قبل توبتها لا أريد أن أذهب في هذا الاتجاه فيبدو أن جبيرا أرجعها إلى بيت أبيها قطعا هذا لا يكون بعد أيام من الزواج وإنما بعد سنوات بعد أن يأس من أنها ستنجب ذرية له وبقيت في بيت أبيها فلما هاجروا إلى المدينة ألسقها أبو بكر برسول الله كل القرائن تشير إلى هذه الصورة وهي صورة منطقية جدا تتناسب مع أسرة أبي بكر ومع هذه المرأة ويبقى مقام رسول الله محفوظا مثل ما يتحدث القرآن ولست مهتما لحكاية عائشة فما قيمة عائشة وما قيمة أبيها وما قيمة أسرتها القيمة العليا عندنا لرسول الله فقط القيمة العليا لمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله نحن بالي بالآخرين أكانوا على خير أم كانوا على شر الخير كله عند محمد المصطفى صلى الله عليه وآله عند والد الزهراء صور من الصور التي تتحدث بها عائشة وتعطينا إحاءات جنسية هذه التي قلت لكم من أنها تكشف عن عقدة نفسية عند هذه المرأة تريد أن تعوض النقص الذي عندها لا أريد أن أتحدث عن أنها كانت جميلة أم لم تكن ففي الأخبار من أنها كانت جميلة وفي الأخبار من أنها كانت قبيحة أيضا قطعا لا نستطيع أن نتوقع من أن الأخبار التي تصف بأنها كانت قبيحة لكن ليست صحيحة قد تكون هذه الأخبار صحيحة ولا أريد أن أخوض في هذا الموضوع هذه الأحاديث مكذوبة على رسول الله التي سأقرأها عليكم وقرأت بعضا منها في الحلقات المتقدمة لازلت أقرأ عليكم من صحيح البخاري وهذه الطبعة طبعة دار صادر بيروت لبنان الطبعة الأولى 2004 ميلادي بمقدمة نواف الجراح كتاب الحائط وهو الكتاب السادس من كتب صحيح البخاري الباب السادس باب مباشرة الحائط رقم الحديث 300 300 الصفحة الخامسة والستون عائشة تقول بعد أن قال البخاري حدثنا قبيصة قال عن عائشة وكان يأمرني النبي يأمر عائشة وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حاط يباشرها يداعبها يقبلها إلى غير ذلك هذا المراد من المباشرة دون المقاربة الكاملة هي تتحدث عن هذا تريد أن تقول من أن النبي كان يفعل معها كل شيء دون المقاربة الكاملة وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حاط وماذا بعد كتاب الصوم وهو الكتاب الثلاثون من كتب صحيح البخاري الباب الثالث والعشرون باب المباشرة للصائم رقم الحديث الف وتسعمية وسبعة وعشرين رقم الصفحة ثلاثمية واربعة وثلاث البخاري يقول حدثنا سليمان بن حارب بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي يقبل ويباشر وهو صائم قطعا تتحدث عن نفسها وعن بقية نساء النبي كان النبي يقبل ويباشر يباشر يمارس كل شيء من دون أن يصل إلى المقاربة الكبرى كان النبي يقبل ويباشر وهو صائم هذه الصورة التي تنقل عن رسول الله وكأنه رجل نهم رجل لا هم له إلا النساء ولا هم له إلا الجنس هذه الصورة القبيحة تصر عائشة على أن تصور رسول الله صلى الله عليه وآله بها الباب الرابع والعشرون باب القبلة للصائم رقم الحديث الف وتسعمية وثمانية وعشرين الصفحة ثلاثمية واربعة وثلاثين البخاري يقول حدثنا محمد بن المثنى بسنده عن عائشته عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بتراء تعني دينا أبتر فعائشة تصلي الصلاة البتراء بحسب البخاري والبخاري أيضا يصلي الصلاة البتراء وما بين البخاري وعائشة من الصحابة والتابعين وسائر الرواة فإنهم أيضا يصلون الصلاة البتراء دينهم أبتر هؤلاء أباترة أولاد أباترة عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله ليقبل بعض أزواجه وهو صائم ثم ضحكت لماذا ضحكت لماذا ضحكت تريد أن تقول من أنني أنا التي كان يفعل معها رسول الله هذا من أنني أنا هناك عقدة نفسية واضحة هذه المرأة هذه المرأة تريد أن تقول من أن رسول الله كان على هوس جنسي بها وهذا يشعرنا من أن الأمر كان بالضبط خلاف ذلك لأن الذي يكون مصابا بعقدة نفسية في موضوع معين يصر عليه هذا الإصرار خصوصا وهي لم تخبر أحدا بهذا الكلام زمان النبي لماذا لأن الجميع يعلمون الحقيقة من أن الأمر لا كما تقول عائشة والنبي موجود فلا تستطيع أن تقول هذا الكلام لكنها فتحت لسانها بعد استشهاد رسول الله صلى الله عليه وآله وبعد موت العديد من أزواج النبي وبعد أن تسيد أبوها وتسيد عائلتها فصار الذي صار فصارت كلمتها مسموعة وصار الصحابة ينقلون حديثها وبدأت تقول واهتقول واهتقول إن كان رسول الله ليقبل بعض أزواجه وهو صائم ثم ضحكت وماذا بعد ماذا تقول عائشة ماذا تقول أمنا أم المؤمنين كتاب الحيط الباب الرابع باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائط رقم الحديث 297 في الصفحة الخامسة والستين البخاري يقول حدثنا أبو نعيم الفضل ابن دكين أن عائشة حدثت حدثت من حدثت صفية التي هي أم منصور وهو قد ورد ذكره في سند الحديث عن منصور ابن صفية أن أمه حدثته أن عائشة حدثتها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بتراء دين أبتار أن النبي كان يتكئ في حجري وأنا حائط ثم يقرأ القرآن ألم يجد رسول الله صلى الله عليه وآله مكانا لقراءة القرآن إلا هذا المكان ألم يستطع رسول الله صلى الله عليه وآله أن يمسك نفسه وهو صائم حتى يأتي وقت الإفطار وهو صائم يأتي إلى عائشة كي يباشرها وكي يقبلها وكي يفعل ويفعل وهي حائط كذلك وحينما يريد أن يقرأ القرآن فإنه يأتي كي يتكئ على حجرها فهل كان رسول الله يقرأ القرآن متكئا أليس هناك آداب لقراءة القرآن فهل من جملة آداب قراءة القرآن أن التكئ على حجور النساء وعلى حجر الحائض من النساء هل هي هذه آداب قراءة القرآن هل يريدنا رسول الله صلى الله عليه وآله أن نقتدي به وأن نفعل هذا أنتم ماذا تقولون أنتم ماذا تقولون هذا دينكم هذا دينكم يا شباب السنة هذا دينكم هذا بخاريكم وهذه عائشتكم وهذا نبيكم الذي تعتقدون به فعليكم فعليكم أن تفعلوا هذا إذا ما أردتم أن تقرأوا القرآن فارصدوا متى تكونوا نساؤكم في حالة حيض كي تتكئوا على حجورهن أو تجلس في حجورهن كي تقرأوا القرآن اقتداءا برسول الله صلى الله عليه وآله الذي هو رسولكم وهو نبيكم أنا لا أعتقد به نبي كهذا أكفر به جملة وتفصيل وماذا بعد في الصفحة الحادية والثمانين كتاب الصلاة وهو الكتاب الثامن من كتب صحيح البخاري الباب الثاني والعشرون باب الصلاة على الفراش رقم الحديث ثلاثمية واثنين واثمانين ولاحظوا أهمية هذا الحديث عند البخاري رواه في الأرقام التالية في الصحيح نفسه مع هذا الرقم ثلاثمية واثنين واثمانين ذكره ثلاثمية وثلاثة وثمانين ثلاثمية واربعة وثمانين خمسمية وثمانية خمسمية وإدعش خمسمية واثنعش خمسمية وثلاثة عش خمسمية واربعة عش خمسمية وخمسطعش خمسمية واتسعة عش تسعمية وسبعة وتسعين ألف وميتين وتسعة ستالاف وميتين وستة وسبعين حديث مهم هذا الحديث بحيث أن البخاري ذكره في كل هذه المواطن وبهذه الأرقام البخاري يقول حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بسنده عن عائشة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بتراء يعني دينا أبتر عن عائشة زوج النبي أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني لماذا؟ لأنه لو سجد سيسجد على رجلي عائشة فلذلك حينما يريد السجود يغمزها يغمزها بإصبعه غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتهما يعني إذا رجع مرة أخرى للسجود أيضاً يقوم بغمز رجلي عائشة إيه شنوها اللعبة هذه شنوها اللعبة أدري رسول الله ملق مكان إلا هذه الزاوية أن يكون سجوده على رجلي عائشة بحيث إذا ما أراد أن يضع جبهته على الأرض فإن جبهته ستكون على رجلي عائشة ولذا حينما يريد أن يسجد يغمز رجلي عائشة بإصبعه فتجمع رجليها بعد أن يكمل السجود يقوم تمد رجليها يعود مرة أخرى للسجود أيضاً يغمز رجليها وهي تجمع رجليها هكذا كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وآله كنت أنام بين يدي رسول الله ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بصدتهما قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح لماذا يصلي رسول الله في هذه الزهوية في آث المكان ثم عائشة لما لم تكن مؤدبة لما لم تغير مكانها ولماذا تمد رجليها مرة أخرى فإن النبي سيسجد مرة أخرى لماذا لم تجمع رجليها هل فعلاً كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي بهذه الطريقة هل تصدقون هذا الكلام؟ هذه أكاذيب عائشة وأكاذيب البخاري وهذه الأكاذيب إذا كانت صادرة عن عائشة فإنها تخبرنا عن عقدتها النفسية إنها تريد أن تقول لنا من أن رسول الله يلاصقها دائماً حينما يقرأ القرآن حتى لو كانت في حالة الحيض فإنه يجلس في حجرها يتكئ على حجرها وإذا كانت نائمة فإن جبهته ستنزل على رجليها ولذا فهو يغمز رجليها فتجمع رجليها وبعد أن يتم سجوده ويقوم لإتمام صلاته تمد رجليها فإذا سجد مرة أخرى غمز رجليها أتقبلون بهذا الكلام هذه مسخرة هذه مهزلة هذا استهزاء واضح برسول الله هذا تحويل لصورة رسول الله الكاملة إلى صورة مسخرة إلى صورة مهزلة وماذا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله لم ينجو من عائشة حتى في آخر لحظة من حياته بحسب رواياتها بحسب أحاديثها وأكاذيبها وأنا أقرأ عليكم من البخاري من صحيح البخاري من صحيح البخاري كتاب الدعوات وهو الكتاب الثمانون من كتب صحيح البخاري الباب التاسع والعشرون باب دعاء النبي اللهم الرفيق الأعلى رقم الحديث ستالاف ثلاثمية وثمانية واربعين رقم الصفحة ألف ومية واثنين وثلاث البخاري يقول حدثنا سعيد ابن عفير بسنده عن ابن شهاب أخبرني سعيد ابن المسيب وعروة ابن الزبير في رجال من أهل العلم أيه علم هذا علم الأكاذيب وعلم الافتراءات أيه علم أخبرني سعيد ابن المسيب وعروة ابن الزبير في رجال من أهل العلم أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله أيضا صلى الله عليه وسلم إنها صلاة البتراء والتي تعني الدين الأبتر وتعني أن الذين يصلونها من أنهم أباترة أولاد أباترة ومن أن اللعنة ستكون حالة عليهم بحسب آيات القرآن كان رسول الله يقول وهو صحيح وهو صحيح يعني حينما لم يكن مريضا لن يقبض نبي قاط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير فلما نزل به لما نزل برسول الله الموت فلما نزل به ورأسه على فخده يعني أن رسول الله صلى الله عليه وآله توفي وكان رأسه على فخد عائشة والله كذب هذا كذب كذب بتمام معنى الكلم إذا كان هذا الحديث قالته عائشة كذابة 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 وإذا كان أهل العلم الذين ذكروا في السنة هم الذين كذبوا هذا الحديث ونقلوا هذا الحديث فلعنة الله عليه فلما نزل به نزل برسول الله الموت ورأسه على فخذ غشي عليه ساعة ثم أفاق فأشخص بصره إلى السقف ثم قال اللهم الرفيق الأعلى قلت عائشة تقول إذن لا يختارنا لا يختارنا باعتبار أنها قالت قبل قليل من أن النبي يقول لن يقبض نبي قاط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير ثم يخير بين الموت والحياة فهل يريد أن يبقى في الدنيا أو أنه يريد الانتقال إلى الجنة قلت إذن لا يختارنا وعلمت أنه الحديث الذي كان يحدثنا وهو صحيح في حال صحته وعافيته قالت فكانت تلك آخر كلمة تكلم بها اللهم الرفيق الأعلى كذب منمق ومرتب فمات النبي صلى الله عليه وآله ورأسه على فخذ عائشة حتى عند موته لا بد أن يكون ملاصقا لأعضاء جسدها كذبة هذه المرأة باعتبار أن الحديثة ينسب إليها أنا لا أملك دليلا قطعيا أن عائشة قالت هذا الكلام ما هو بمستبعد لكننا لا نملك دليلا قطعيا على هذا هذه الكتب كلها أكاذيب وكلها افتراءات وهذه الكتب البخاري وأمثاله كتب تتناقض مع القرآن بدرجة مئة بالمئة هذا نحج البلاغة كلام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وهذه الطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان ماذا يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في تأبينه للزهراء صلوات الله عليها بعدما قتلوها ودفنها ليلا سرا حكاية الزهراء إنها الصفحة الثالثة والثلاثون بعد المئتين وكلامه المرقم بالرقم الثاني بعد المئتين هكذا أبن الزهراء بعد أن دفنها ليلا وسرا وبحسب وصيتها صلوات الله وسلامه عليها يخاطب رسول الله أمير المؤمنين السلام عليك يا رسول الله عني وعن ابنتك النازلة في جوارك والسريعة اللحاق بك قل يا رسول الله عن صفيتك صبري ورق عنها تجلدي إلا أن في التأسي لي بعظيم فرقتك وفادح مصيبتك موضع تعزي فلقد وستك في ملحودة قبرك وفاضت بين نحري وصدري نفسك فإنا لله وإنا إليه راجعون إلى آخر ما جاء في تأبينه للصديقة الكبرى أمير المؤمنين يقول لرسول الله في هذا التأبين فلقد وستك في ملحودة قبرك وفاضت بين نحري وصدري نفسك رأس رسول الله وأكاذيبها من أن النبي توفي في حجرتها ومن أن النبي دفن في حجرتها النبي توفي في بيت فاطمة ودفن في بيت فاطمة هذه هي الحقيقة التي يعرفها أهل البيت وتعرفها العترة الطاهرة أنتم بين حديثين بين حديث أمير المؤمنين وهو يخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله فارق الحياة ورأسه على صدر أمير المؤمنين وعائشة تخبرنا من أن النبي فارق الحياة ورأسه على فخذها حينما كان رأس النبي على فخذها أين كان علي أين كانت فاطمة أين كان الحسن أين كان الحسين كذابة هذه المرأة كذابة لكنها تتحدث والعقد النفسية هي التي تحركها أيضا في صحيح البخاري لازلت أقرأ عليكم من مصدر الأكاذيب والإفتراءات هذا كتاب الهبة وفضلها إنه الكتاب الحادي والخمسون من كتب صحيح البخاري الباب الرابع عشر باب باب هبة الرجل لمرأته والمرأة لزوجها رقم الحديث الفين وخمسمية وثمانية وثمانين رقم الصفحة أربعمية واربعة وخمسين البخاري يقول حدثنا إبراهيم بن موسى بسنده عن الزهر قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله قالت عائشة رضي الله عنها لما ثقل النبي ثقل في مرضه لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بتراء تعني دينا أبتار لما ثقل النبي فاشتد وجعه استأذن أزواجه أن يمرض في بيته وهذا من الأكاذيب وهذا من الأكاذيب ولم يستأذن النبي أزواجه وإنما النبي قضى أيامه الأخيرة في بيت فاطمة ما بين علي وفاطمة وحسن وحسين والعقيلة زينب لما ثقل النبي فاشتد وجعه استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له فخرج بين رجلين فخرج بين رجلين من بيت فاطمة وليس من بيتها فخرج بين رجلين تخط رجلاه الأرض وكان بين العباس وبين رجل آخر لم تذكر اسمه فقال عبيد الله فذكرت لابن عباس ما قالت عائشة فقال لي وهل تدري من الرجل الذي لم تسمي عائشة قلت لا قال هو علي بن أبي طالب هذه المرأة مملوئة بالعقاد مملوئة بالحقد والحساد لست أنا الذي أقول أمير المؤمنين هو الذي يقول أقرأ عليكم من نهج البلاغة الشريف وهذا الكلام لحن عهلي يشعشع فيه وواضح جدا من الطبعة نفسها في الصفحة الخامسة والخمسين بعد المئة إنه كلامه المرقم بالسادس والخمسين بعد المئة يتحدث مع أهل البصرة بعد واقعة الجمل ويشير إلى عائشة وقد حرف الكلام لأن الإمام في أصل الحديث قال وأما عائشة المطبوع هنا وأما فلانة وهذا التحريف ليس من النواصب من نواصب سقيفة بني ساعدة هذا التحريف من نواصب سقيفة بني طوسي من الشيعة من الشيعة الطوسيين وأما فلانة وأما عائشة فأدركها رأي النساء وماذا بعد وضغن الضغن هو الحقد المشتعل اشتعالا وضغن الإمام ماذا يقول غلى 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 في صدرها كمرجل القين القين هو الحداد ومرجل القين هو المكان الذي يذيب فيه الحداد الحديد مصهر الحديد عند الحداد وأما فلانة فأدركها رأي النساء سأعود إلى هذا الكلام في قادم الحلقات ربما وأما فلانة فأدركها رأي النساء وضغن غلى في صدرها كمرجل القين ولو دعيت لتنال من غيري ما أتت إلي لم تفعل ولو دعيت لتنال من غيري ما أتت إلي لم تفعل إلى آخر كلامه سأعود إلى كلامه هذا في قادم الحلقات فهذا هو الذي كان يهيمن على هذه المرأة ضغن غلى في صدرها كمرجل القين الضغن هو الحقد والبغض والكراهية والحسد هذا هو الذي كان يسيطر على عائشة باتجاه علي وفاطمة وأولاد علي وفاطمة المرأة عقيمة ولذا فإنها حينما اهترى اهتمام النبي بولد فاطمة تتأجج نار الحسد ونار الحقد في قلبها لذا حينما انجبت مارية المصرية زوجة النبي حينما انجبت ابراهيم وكان النبي فرحا به ماذا اتهمت عائشة مع حفصة اتهمنا مارية لأن حفصة هي الأخرى عقيمة وكانت كبيرة السن عقد المرأتين متشابهة اتهمنا مارية بأن ابراهيم ليس من رسول الله وانما من جريج خادمها الذي جاء معها من مصر وجريج هذا لم يكن عندهما عند الرجال والحكاية لها تفصيل وما حديث الافك الا هذا ليس كما يقول نواصب سقيفة بني ساعد من ان عائشة اتهمت مع صفوان بن المعطال في احداث غزوة بني المصطلق هذا الكلام كذب لا حقيقة له من اكاذيب عائشة الايات التي جاءت في سورة النور بخصوص حديث الافك هذا افتراء عائشة وقذف عائشة لسيدة مارية وكانت عائشة تقول لرسول الله لماذا تهتم بابراهيم هذا ما هو بولدك هذا ابن جريج هو هو الحقد والحسد كما قال امير المؤمنين ادركها ما يدرك النساء نذهب الى فاصل المشكلة ان اكاذيب عائشة لا تنتهي وان اكاذيب البخاري لا تنتهي كتاب كله كذب كتاب فضائل اصحاب النبي وهو الكتاب الثاني والستون من كتب صحيح البخاري الباب الثاني والثلاثون باب فضل عائشة رضي الله عنها رقم الحديث اثلاث الاف سبعمية او تسعة وستين رقم الصفحة ستمية وثلاثة وستين البخاري يقول حدثنا ادم الى بقية السند عن ابي موسى الاشعري رضي الله رضي الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انها صلاة البتراء وهذا ابتر من الاباترة ايضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء الا الا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون الحقد على فاطمة وخديجة واضح في هذا الحديث واضح كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء الا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام وهناك حديث بنفس المضمون يأتي بعده رقم الحديث 3770 البخاري يقول حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله بسنده بسند البخاري عن عبد الله ابن عبد الرحمن أنه سمع أنس ابن مالك رضي الله عنه ونحن نتنقل من كذاب إلى كذاب ومن مفتر إلى مفتر ومن لعين إلى لعين أنس ابن مالك هذا كان حاضرا في بيعة الغدير وبايع أمير المؤمنين أمير المؤمنين لما استشهد في الكوفة أمام الناس استشهد الذين حضروا بيعة الغدير فقاموا وشهدوا أمام الناس من أنهم حضروا بيعة الغدير وبايعوا عليا وحدثوا الناس كيف جرت تلك البيعة أمير المؤمنين قال لأنس ابن مالك قم فاشهد معهم اعتذره وقال إني نسيت نسيت الواقعة وهو كذاب كذاب نجس فقال له أمير المؤمنين أصابك الله بواضحة لا تستر مباشرة مباشرة أصيب بالبرص وكان برصا شديدا في وجهه فلقباحة حاله كان يغطي وجهه وحينما يسألونه يقولون له من أين جاءك هذا قال هذه دعوة العبد الصالح علي ابن أبي طالب هذا أمر معروف في كتب التأريخ هؤلاء هم الذين يحدثون نا كذابون سفلة عن عبد الله بن عبد الرحمن أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لكم أباترة هؤلاء أباترة صلاة بتراء تعني دينا أبتار هؤلاء أباترة الأدلة واضحة في كل حديث في كل حديث يصلون الصلاة البتراء يعني أن الحديث هذا جزء من دينهم الأبتار سمعت رسول الله يقول فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام الكلام سيكون عند الحديث الأول برواية أبي موسى الأشعري هذا هو حديثه كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام سنقف عند هذا الحديث هذه كذبة وهذا افتراء هذه أكاذيب البخاري وتلاحظون أننا ما بين أكاذيب عائشة وأكاذيب الصحابة نذهب إلى فاصل وبعد الفاصل أعود إليكم إذن نحن والثريد هما دينان دينان هناك دين الثريد وهو هذا دينه البخاري وهناك دين هو ألعن من دين يزيد إنه دين مراجع حوزة النجف الإمام الصادق هو الذي يقول من أن هؤلاء أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه هذا حديث الصادق ما هو حديثي إذن هناك دينان دين سقيفة بني ساعدة هذا هو دين الثريد ودين سقيفة بني طوس إنه دين ألعن وأنجس من دين يزيد أما دين العترة وهو دين محمد صلى الله عليه وآله أزعم أن هذه القناة هي التي تبين لكم حقائقه قطعا بحدود الإمكان مع القصور والتقصير الأمر راجع إليكم وتستطيعون أن تكتشف الحقيقة بأنفسكم فهناك دين الثريد وهناك دين هو ألعن وأنجس من دين يزيد دين مراجع النجف من المرجع الأعلى إلى المرجع الأسفل وهناك دين العترة هو محفوظ في قرآنهم المفسر بتفسيرهم وفي حديثهم المفهم بتفهيمهم وأنا أزعم زعما من أنني أحاول أن أكشف لكم عن حقائق هذا الدين عبر هذه الشاشة وفي الوقت نفسه أقول لكم لا تصدق كلامي من دون دليل وعليكم أن تتأكد من الأمر بأنفسكم هذا دين هذه عقيدة ما هو بلعب أو عبث أعود أعود إلى الثريد وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام الثريد كما يقول أئمتنا طعام العرب والثريد طعام طيب الثريد يراد منه الخبز المقطع في إدام سائل الإدام هو الذي يؤكل مع الخبز ويؤكل مع الرز الإدام هو الحساء وأمثاله وهو المرق وأمثاله فالثريد خبز مقطع في إدام سائل العراقيون شعب الثريد يعرفون هذا نحن أمة الثريد قد تتعجبون من هذا أضرب لكم أمثلة وربما ينسى العراقيون حالهم أذكرهم أذكر أمة الثريد بثريدها عند صباح فإن الأطفال يطعمونهم الثريد إما هو ثريد الخبز مع الشاي الحلو أو ثريد البسكويت مع الشاي الحلو وربما مزجوا معه الحليب وربما كان ثريد خبز بحليب بارد وربما كان ثريد خبز بحليب ساخن حلو وكبار السن ربما ثردوا الخبز بالسمن الحيواني قديما كانوا يفعلون وربما هناك بقية من الناس يفعلون هذا صباحا يثردون الخبز الخبز بالسمن الحيواني وهناك ثريد في مرق كبة البرغل صباحا وهناك ثريد في شورباء العدس الأحمر وهناك ثريد في ماء الباق الله باق الله بالدهن هذا عند الصباح أنواع ثريدي وهناك ثريد الباكة والكروش هذا كله يؤكل صباحا في العراق قلت لكم نحن أمة الثريد وهناك ثريد مرق اللحم قد يكون المرق مع معجون الطماطم أو من دون معجون الطماطم وقد يكون اللحم من لحم الدجاج أو من لحم الغنم أو من لحم البقر وفي بعض الأحيان يكون المرق هو قد طبخ فيه السمك مرق السمك وعندنا أكلة شعبية هي المثرود الخبز اليابس يطبخ بالماء الساخن مع الزيت وهناك وهناك وعندنا في المناطق الغربية في العراق هناك أكلة معروفة الدليمية ثريد الخبز مع اللحم والروس الزيت 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 أنواعه كثيرة في العراق وحتى في الدول العربية المجاورة للعراق لكن الزيت في العراق أكثر وهناك أنواع أخرى أنا لست بصدد استقصاء أنواع الزيت في المطبخ العراقي العرب منذ قدم الزمان يأكلون الثريد قد يكون الثريد بمرق اللحم وهو الماء الذي يطبخ فيه اللحم وقد يطبخ اللحم في اللبن ويثرد في هذا المرق في المرق اللبني وقد يطبخ اللحم بالخل ويثرد فيه هذا الذي يعرف قديما بالسكباج السكباج هو اللحم يطبخ بالخل وقد يمزج الخل مع زيت الزيتون ويسمى بمرق الأنبياء وكان الأئمة يحبون هذا الطعام أن يمزج الخل بزيت الزيتون ويثردون الخبز فيه هناك وهناك الكثير من أنواع الثريد الثريد تقطيع الخبز في إدام سائل قد يكون باردا وقد يكون ساخنا وقد يكون مشبعا باللحم وقد يكون خاليا من اللحم وقد يكون مالحا وقد يكون حلوان فهذا هو الثريد خبز مقطع في إدام سائل النبي كان يحبه كان يحب الثريد الأئمة أيضا كانوا يحبون الثريد الثريد طعام طيب ونافع وهذا أمر لا إشكال فيه وأمر واضح الكلام هنا هل أن الثريد هو أفضل الأطعمة الكلام هنا لأن الحديث يجعل للثريد فضلا على سائر الأطعمة ومن هنا فإن الحديث يريد أن يثبت فضلا لعائشة على سائر النساء وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام لا بد أن يثبت عندنا أن الثريد هو أفضل الطعام حتى نصدق هذا الحديث السؤال هنا هل أن الثريد هو أفضل الطعام هذا الكلام لا دليل أهلي لا دليل عليه قد تقولون ما دام أن رسول الله قال هذا الكلام فإن الثريد سيكون له من الفضل المطلق على سائر أنواع الطعام الكلام ليس كذلك استبروا علي وستعرفون الحقيقة الحقيقة أولا هذا الكلام ليس بلغا هذا الكلام سخيف ولا يمكن أن يصدر عن رسول الله كلام سخيف إلى أبعد الحدود النبي هنا بحسب المفترض من سياق الكلام يبين المنزلة الدينية والإيمانية والقدسية لعائشة على النساء فهو لا يريد أن يبين فضل جمالها مثلا ولا يريد أن يبين فضل تبع مع زوجها لأن الكلام في أول الحديث كمل من الرجال كثير كملوا في ماذا في دينهم في علمهم في عقولهم ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون إذن الحديث في هذا السياق في سياق المنزلة الدينية في سياق المنزلة العلمية وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام كلام سخيف إلى أبعد الحدود لا يمكن أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد تفوه به أما الجزء الأول الجزء الأول فهو مناقض لأحاديث رسول الله المعروفة والثابتة والتي هي موجودة في الصفحة نفسها في الصفحة نفسها ستمية وثلاثة وستين الباب الحادي والثلاثون باب مناقب فاطمة رضي الله عنها وحديث عائشة في الباب الثاني والثلاثين في الصفحة نفسها حديث عائشة الذي أقرأه عليكم المروي عن أبي موسى الأشعري رقمه ثلاثتالاف سبعمية وتسعة وستي والحديث عن فاطمة رقمه ثلاثتالاف سبعمية وسبعة وستي في الصفحة نفسها ستمية وثلاثة وستي ماذا تقول أحاديث مناقب فاطمة قال النبي فاطمة سيدة نساء أهل الجن هذا كلام رسول الله فاطمة سيدة نساء أهل الجن فهذا يعني إنها هي الأكمل والأكمل والأكمل فهذا الكلام لا معنى له كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعاون فمريم من نساء الجنة سيدتها فاطمة وآسية من نساء الجنة سيدتها فاطمة فلا يمكن أن يقول رسول الله هذا الكلام هذا كلام ملؤه الحسد والحقد والبغضاء هذا كلام أصله عقد نفسية هل قالت هذا الكلام عائشة أم أنها أوحت إلى أبي موسى الأشعري أن يقول هذا الكلام على أي حال الكلام موجود هنا في البخاري نقله لنا البخاري عن أبي موسى الأشعري الخسم الأول من الحديث لا يمكن لرسول الله أن يقوله لأن رسول الله قد بيّن لنا من أن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة ومريم من نساء الجنة وآسية من نساء الجنة فكيف يكون الكمال منحصرا بهما وفاطمة سيدة عليهم هذا الكلام ليس دقيقا وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام رسول الله إذا أراد أن يبين فضل أحد من الرجال والنساء هناك مقاييس مثلما تحدث عن فضل فاطمة فقال فاطمة سيدة نساء أهل الجنة وقال فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني إنني أقرأ من البخاري نفسه وفي صفحة نفسها فاطمة بضعة مني قطعة من رسول الله هكذا هكذا يتحدث رسول الله أما أن يجعل فضل عائشة كفضل الثريد إلا إذا كان رسول الله يمازح زوجته وحينئذ الحديث حديث ممازحة لا يستدل به إذا كان رسول الله يمازح زوجته ويقول من أن فضلك على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام هذه ممازحة مطايبة ولا بأس بها وسأقبلها أما أن يكون الكلام في مقام الجد والحقيقة فهذا كلام سخيف لن يقوله رسول الله إلا إذا كان النبي الأعظم يريد أن يسخر من عائشة أن يستهزئ بها أن يجعل لها فضلا لا حقيقة له على سبيل السخرية والاستهزاء لأن الثريد إذا كان له من فضل ففضله نسبي وما كل الناس تحب الثريد هناك كثير من الناس لا يحبون الثريد وليس هناك من اتفاق لا علمي ولا ديني ولا عرفي ولا حتى ذوقي عند أصحاب الذوق من أن الثريد هو أفضل الطعام إذا أردت أن أقبل أن الكلام هذا قد صدر عن رسول الله فإنني أقبله إذا كان مزاحا من أنه يمازح زوجته فلا يستدل به حينئذ إنها حالة مزاح ومطايبة فيما بين زوج وزوجته أو أن النبي يريد أن يسخر منها فهو يخبرنا ألا منزلة لها ألا فضل لها على النساء وهذا ممكن لكنني لا أملك دليلا على ذلك صدر الحديث افتراء على رسول الله لأن رسول الله بحسب صحيح البخاري وفي الصفحة نفسها فاطمة سيدة نساء أهل الجنة فكيف يكون الكمال منحصرا بمريم وآسية فمريم من نساء الجنة وآسية من نساء الجنة وفاطمة سيدة عليهما وعلى آبائهما وأجدادهما فاطمة سيدة على العالمين إذا ذهبنا إلى القرآن فإن القرآن حينما يتحدث عن فضل فاطمة على سبيل المثال كيف يتحدث القرآن عن فضل فاطمة ما جاء في سورة إبراهيم في الآية في الآية الرابعة والعشرين بعد البسملة ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة هذه فاطمة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اشتثت من فوق الأرض ما لها من قرار أعداء فاطمة عدوة فاطمة أيا كانت هكذا يتحدث القرآن عن فضل فاطمة ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ليلة القدر فاطمة ليلة القدر خير من ألف شهر هكذا يتحدث القرآن عن فضل فاطمة وفي سورة النور في الآية الخامسة والثلاثين بعد البسملة الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم هذه فاطمة هذه فاطمة هذه هي الشجرة المباركة يقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور هذه فاطمة المقام لا يسع أن أتتبع هذه المضامين في الكتاب الكريم النبي هكذا يتحدث عن فاطمة من أنها روح التي بين جنبي من أنها سيدة نساء أهل الجنة من أنها من أنها من أنها لو كان لو كان لو كان الحسن شخصا لكانت فاطمة أي بلاغة أي بلاغة هذه فاطمة إنما قيل لها فاطمة لأن الخلق فطموا عن معرفتها قطعوا فاطمة هي التي فطمت ذريتها وشيعتها من النار فاطمة 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 هذا اللحن حديث رسول الله صلى الله عليه وآله أما أن يتحدث بهذا الكلام فقلت لكم إما أن يكون ممازحا وحينئذ لا معنى للاستدلال بهذا الحديث أو أن يكون ساخرا إنه يضحك عليها يسخر منها فهذه صورة كوميدية للسخرية من عائشة وإلا فإن الثريد رغم أنه طعام طيب رغم أنه طعام نافع لكن لا أفضلية للثريد على سائر الطعام وإنما هو طعام من الأطعمة وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يحبه كما يحب سائر الأطعمة السؤال هنا هل كان رسول الله يفضل الثريد على سائر الأطعمة إذا ثبت هذا فحينئذ يمكننا أن نقبل على مضض لماذا نقبل على مضض لأن النبي صلى الله عليه وآله هو أفصح الخلق وهو أبلغ الخلق وهو صاحب فصل الخطاب وهو صاحب جوامع الكلم حينما يريد أن يبين حقيقة مهمة يريد أن يبين للأمة منزلة دينية لسيدة عائشة فهل يتحدث بهذه السذاجة نحن الآن في أيامنا هذه بغض النظر عن الدين والقداسة لو أن ناقداً فنية خرج على الفضائيات وأخذ يميز بين المغنيات وبين الراقصات وقال من أن المغنية الفلانية لها لها من الفضل لها من التفوق على سائر المغنيات كفضل الفيتزا على البارغر ألا يضحك الناس عليه والمغنية ألا تحتج عليه أي كلام كلامي منطقي أو ليس منطقي ناقد فني يتحدث بجد لا أنه يتحدث بأسلوب كوميدي لو كان يتحدث بأسلوب كوميدي ويقول المغنية الفنانية طعمها كالبيزا والمغنية الأخرى طعمها كالكنتاكي هذا الكلام يقبل من لأنه في مقام كوميدي لكن إذا كان جاداً في كلامه ويقول من أن المغنية الفلانية لها من الفضل لها من التفوق لها من المهارة بالقياس إلى بقية المغنيات كفضل مثلاً الكنتاكي على البارغر مثلاً هل يقبل هذا الكلام منه؟ لا يقبل لأن الكلام سخيف لأن الكلام لا يُعطي معنى واضحاً يشير إلى التفوق فضلاً عن الفضل إذا كنا نتحدث عن فضل ديني وعن منزلة قدسية فهذا الكلام لا يُثبت شيئاً لعائشة هذا كلام مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وآله ألا تلاحظون نساء النبي يكذبنا الصحابة يكذبون البخاري لا ينقل لنا إلا الأكاذيب هذا هو الواقع نذهب إلى آفاصل يا أعظم من كل عظيم يا أكرم من كل كريم يا أرحم من كل رحيم يا أعلم من كل عليم يا أحكم من كل حكيم يا أقدم من كل قديم يا أكبر من كل كبير يا ألطف من كل لطف يا أجل من كل جليل يا أعزم من كل عزيز سبحانك يا لالغا خلصنا من النار يا كريم الساف يا عظيم المن يا كثير الخير يا قديم الفعل يا دائم اللطف يا لطيف الصنع يا منفس الكرب يا كاشف الضر يا مالك الموت يا قاضي الحق سبحانك يا لالغا الغاة خلصنا من النار فتح الباري في شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني وهو أهم شرحاً لصحيح البخاري في المكتبة السنية كما هو المعروف بين علمائهم هذا هو المجلد السابع من طبعة دار إحياء التراث العربي إنها الطبعة الرابعة ألف تسعمية وثمانية وثمانين ميلادي بيروت لبنان العسقلاني هذا توفي سنة ثمانمية واثنين وخمسين للهجرة إذا ما ذهبت إلى الصفحة الخامسة والثمانين من الجزء السابع من هذا الكتاب وهو أشهر شرح لصحيح البخاري حينما وصل العسقلاني إلى هذا الحديث حار في شرحه حار في شرحه هم لا يعترفون بالحقيقة سأقرأ لكم شرحه وستعرفون سخافته فسخافة الشرع تشير إلى سخافة الحديث وقوله قول النبي إنه قول مفترى على رسول الله صلى الله عليه وآله وقوله كفضل الثريت من أن عائشة لها فضل كفضل الثريت وقوله كفضل الثريت زاد معمر من هو هذا معمر هذا هو معمر ابن المثنة من علماء اللغة والنحو والأدب ومن علماء السير والتأريخ ومن علماء السير والتأريخ يتحدث عنه وينقل عنه في هذا الشرح كثيرا ابن حجر العسقلاني هذا معمر ابن المثنة المتوفى سنة ميتين وتسعة للهجرة البعض يختلط عليه فيخلط بين هذا وبين المعمر ابن راشد ذلك شخص آخر هذا ما وجدته في كتب علمائهم على أي حال ليس مهما هذا وقوله كفضل الثريت زاد معمار زاد معمار يعني أضاف في الشرح باعتباره من علماء اللغة زاد معمار من وجه آخر مثرد باللحم يعني المراد من الثريد هنا مثرد باللحم تريد باللحم شرح عظيم هذا عظيم وقوله كفضل الثريد زاد معمار من وجه آخر مثرد باللحم وهو اسم الثريد الكامل وعليه قول الشاعر هذه طريقة الأكاذيب عند علماء اللغة وعند علماء النعو يكذبون بإيجاد رأي ما ثم يكذبون بحجة من الحجج لا وجود لها وعليه قول الشاعر إذا ما الخبز تأدمه بلحم تأدمه من الإدام قلت لكم في البداية من أن الثريد خبز مقطع بإدام سائل إذا ما الخبز تأدمه بلحم فذاك فذاك أمانة الله الثريد أي شعر هذا أي تبلغت هذا هذا حديث كما يقولون حديث خنفشاري ينقل عن أحد علماء اللغة ممن يدعي أنه من كبار علماء العربية ونقل هذا الكلام عن الكساء وعن غيره عن الكسائي اللواط أحد القراء السبعة نقل عنه وعن غيره الكلام عن عالم يدعي أنه ملم بلغات العرب بلغات القبائل العربية فالبعض قال هذا الرجل كذاب تعالوا كي نختبره نصنع كلمة لا وجود لها نصنعها الآن ونسأله عنها فإذا قال هذه الكلمة لا وجود لها في لغة العرب عند القبائل العربية فهو عالم كما يدعي بلغات قبائل العرب وإذا أعطاها معنا فهذا كذاب فهذا يعني أن كل شيء حينما يسأل عنه عنده القدرة أن يفتري وأن يكذب فصنعوا كلمة فيما بينهم صارت الكلمة خنفشار هذه كلمة لا وجود لها في لغة العرب وإذا ما بحثتم عنها في القواميس لم تجدوا هذه الكلمة فجاءوا إلى هذا العالم بالعربية قالوا يا أيها الشيخ ما معنى هذه الكلمة فقال أي كلمة قالوا له خنفشار فهز رأسه وقال وقال نعم الخنفشار نبات صحراوي يجبن به الحليب كان العرب في قديم الأيام يجبنون حليب الإبل بالخنفشار هذا وقال شاعرهم شاعر العرب عقدت محبتكم بقلبي كما عقد الحليب الخنفشار وقال رسول الله قاموا ضربوا قلوا الكلب ابن الكلب هس انت جبت هذا المعنى الكاذب وجبت لنا شعر كذب جاي تكذب على رسول الله كفاك كذبا منع الودي هذه الطريقة كتب النحو وكتب الصرف وكتب البلاغ وكتب البيان وكتب البديع والقواميس اللغوية مشحونة بمثلها علماء اللغة وعلماء الدين ايضا وهم الكذابون الاكثر لكنهم يكذبون بطريقة الثعالب شياطين هؤلاء اكتشاف كذبهم يحتاج الى مهارة خاصة اما اكتشاف كذب النحات وعلماء الصرف وعلماء اللغة بسهولة وإلا هل هذا هو شعر ماذا تخولون هل العراقيون يصفون الشعر الضعيف والقبيح بالشعر البعروري هذا شعر بعروري من الشعر البعروري هذا إذا ما الخبز تأدمه بلحم فذاك أمانة الله الثريد وتم الشر وانتهينا خلصنا عزي هذا هو فضل الثريد على سائر أنواع الطعام وهو فضل عائشة على النساء هذا هو الموجود بخصوص هذا الحديث عودوا وقرأوا هناك هزال كثير من الكلام لكن أهم كلام بخصوص شرح هذا الحديث هو هذا إذن هو ثريد مثرد باللحم عظم هذه عظم في شرح الحديث ماذا سنفعل بعد هذه المقدمات سأعرض الحديث على القرآن سأعرض على القرآن هذا هو منهجنا نحن نعرض الأحاديث على القرآن بالنسبة لي لا أحتاج أن أعرضه على القرآن هذا حديث مكذوب على رسول الله أسخف كلام وأضعف كلام وأوهن كلام لا يمكن أن رسول الله قد قال هذا الكلام إلا إذا كان ممازحا أو كان ساخرا ومستهزئا بعائشة ومنزلتها الحديث كله كذب في كذب قد تقولون وكيف نعرض الحديث على القرآن أنا سأقول لكم النبي هنا النبي هنا يفضل عائشة على النساء ويجعل فضلها كفضل الثريد على سائر الطعام هذه الحقيقة هل هي ثابتة عند جميع الناس من أن الثريد هو الطعام الأفضل وهو أفضل من كل الأطعمة هذا الكلام ليس موجود هناك هناك من الناس من تتقزز نفسه من الثريد حينما يرى أن الخبز يقطع في ماء وبعد ذلك تبدأ الأيدي تدخل في آنية الثريد وحينئذ ستتسخ بهذا الثريد ويرى أن الآكلين يأخذون الطعام بأيديهم ويدخلونه في أفواههم وهو لم يتعود على هذا إنه لا يأكل الخبز بهذه الطريقة ولا يأكل هذا الطعام تتقزز نفسه من هذا الأذواق مختلفة هناك من يحب الثريد وهناك من لا يحبه فليس هناك من اتفاق بين الناس على أن الثريد هو أفضل الطعام ولو فرضنا هذا فمن قال إن كلامهم دقيق إن كلامهم صحيح هذا أمر يحتاج إلى خبرة يحتاج إلى دقة في أن نشخص الطعام الأفضل هل أن رسول الله صلى الله عليه وآله يعتقد أن الثريد هو الطعام الأفضل لا يوجد دليل قد يقول قائل هذا الكلام يدل على هذا هذا الكلام مشكوك عندنا فلا يمكن أن يكون دليلا على أن رسول الله صلى الله عليه وآله يعتقد أن الثريد هو أفضل الطعام هو مشكوك لا يمكن أن نستدل بهذا الحديث نعود إلى القرآن نسأل القرآن كيف نسأله القرآن تحدث عن الأطعمة والأشرب سنسأل القرآن عن أفضل الأطعمة والأشرب قطعان مذاق رسول الله هو مذاق الله ذوق الله موجود في القرآن نسأل القرآن عن أفضل الأطعمة عن أفضل الأشرب سؤال بديهي حينما يقيم الإنسان وليمة وهو كريم وهو أكرم الكرماء ماذا سيطعم الناس في تلك الوليمة يطعمهم أفضل الأطعمة من وجهة نظره أليس كذلك حينما نصنع وليمة فإننا نطعم الناس أفضل الأطعمة إذا كنا نعرف أن أفضل الأطعمة عندهم كذا وكذا فإننا سنجلب لهم الأطعمة التي يحبونها وإذا لم نكن نعرف ذلك فإننا سنطعمهم أفضل الأطعمة من وجهة نظرنا وهذا هو الذي يجري بين الناس الكرماء تعالوا إلى القرآن القرآن حينما عبر بن إسرائيل البحر ووصلوا إلى صحراء وقالوا لنبيهم يا موسى كنا نعيش في قصور وبيوت أنت جئت بنا إلى الصحراء فماذا نأكل وماذا نشرب فأقام لهم موسى وليمة إلهية هذه وليمة الله لبني إسرائيل ماذا قدم لهم سبحانه وتعالى في وليمته وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامِ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالْسَلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ هذه وليمة الله قطعا قدم لهم فيها أطيب الطعام لم يقدم لهم ثريدا أين الثريد في هذه المائدة وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ حَلْوَى كانت تنزل على الأشجار وعلى الصخور وكانت تنزل عليهم في المكان الذي كانوا فيه والسلوى إنها طيور السمانة ولحمها من أطيب لحوم الطيور وكانت تنزل عليهم مشوية على موائدهم وقت العشاء وفي النهار كانت تنزل حية ليست مشوية بإمكانهم أن يصطادوها هذه وليمة الله لبني إسرائيل سمانة طيور مشوية مع الحلويات مع حلويات المن وماذا بعد؟ مائدة عيسى التي حدثتنا عنها الآية الرابعة بعد العاشرة بعد المئة من سورة المائدة قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء إلى آخر ما جاء في الآية وسائر الآيات الأخرى ما هي المائدة التي نزلت عليهم؟ الروايات عند السنة وعند الشيعة المائدة التي نزلت عليهم مائدة أسماك مشوية من أطيب ما يمكن أن يكون ألا تلاحظون إن الشواء هو المقدم؟ فأين الثريد؟ لا يوجد ثريد في مائدة موسى لبني إسرائيل وهي مائدة الله أنزل عليهم المن والسلوى طيور السمانة المشوية وفي مائدة عيسى الأسماك المشوية فأكلوا وأكلوا وأكلوا الروايات فصلت وفصلت في قصة هذه المائدة وماذا بعد؟ إبراهيم النبي حينما جاءه الأضياف ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرة إنها الآية التاسعة والستون بعد البسملة من سورة هود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرة قالوا سلام قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ لم يأكلوا من لأنهم ملائكة لكنه جاء بعجل حنيذ من مراد بالعجل الحنيذ؟ عبد الله بن سنان يسأل الإمامة الصادقة عن معنى العجل الحنيذ الرواية في تفسير العياشي أنا لا أجد وقتا كي أجلب لكم كل المصادر عبد الله ابن سنان وهو من الشخصيات المعروفة في أصحاب الإمام الصادق سأل الإمام الصادق صلوات الله عليه عن معنى فما لبث أن جاء بعجل حنيذ؟ قال العجل الحنيذ المشوي النضيج إنه مشوي وقد شوي بطريقة ممتازة جدا اللحم المشوي أين الثريد؟ هذه مائدة نبي من الأنبياء ومدها للملائكة فما لبث أن جاء بعجل حنيذ وماذا نقرأ في سورة النحل في الآية الثامنة والستين بعد البسملة والتي بعدها وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذلل يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون هذه الأطعمة المفضلة عند الله ذوقه ذوقه عال الآن في زماننا هذا ونحن في القرن الحادي والعشرين من أفضل الأوقات التي يقضيها الناس في الغرب أو في الشرق الغربيون من أفضل الأوقات هذه التي يصطلحون عليها الباربيكيو إنها نزهة في الحدائق وقد تكون في حدائق بيوتهم نزهة سفرة مؤقتة ماذا يأكلون فيها يأكلون فيها الشواء المشويات اللحوم المشوية من لحوم الطير أو من لحوم الغنم أو غيرها المشويات هذا أطيب الأوقات عند الناس وهو الذي ينسجم مع الفطرة وهذا الذي كان يحبه رسول الله صلى الله عليه وآله ويفضله على سائر الأطعمة فالمفضل على سائر الأطعمة الشواء هذا القرآن بين أيدينا هذا هو ذوق الله وهذه ولائمه وماذا بعد حتى في قصة موسى ووصيه يوشع ابن نون حينما ذهب لملاقات الخضر في سورة الكهف في الآية الستين بعد البسملة وما بعدها وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فتخذ سبيله في البحر سربا إلى آخر ما جاء في الآيات الوقت يجري سريعا لما قال موسى لوصيه وإذ قال موسى لفتاه لوصيه الفتا مصطلح قرآني لا فتا إلا علي لا وصي إلا علي هذا هو المراد الفتا هو الوصي وإذ قال موسى لفتاه مصطلح قرآني هذا هذه رموز العترة هذه المصطلحات المتحركة حينما حدثتكم عن برنامج العترة عن هندسة العترة في حفظ الدين ولحفظ الدين وإذ قال موسى لفتاه لوصيه وصي موسى الأول هارون توفي هارون في حياة موسى فصار يوشع بن نون وفي الكتب الدينية عند اليهود يقولون يشوع وليس يوشع أو يوشع ليس مهما وإذ قال موسى لفتاه لوصيه إنه يوشع بن نون لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما الحوت المراد منه السمك ويطلق على الحوت الذي يسمى الحوت إنه أكبر الحيوانات البحرية ويطلق على الأسماك الصغيرة إنها سمكة جلبها معه يوشع سمكة طازجة ماذا فعل لها يوشع ملحها وضع وضع عليها ملحا كثيرا فلما وصل إلى هذا المكان بلغ مجمع البحرين أخرج السمكة المملحة من زوادته من مكانها حيث احتفظ بها أخرجها وغسل الملح عنها لماذا لأنه يريد أن يقوم بشوائها سمك مشوي فغسلها ووضعها على الصخرة قرب العين حتى ينشف ماءها فتحركت وصارت سمكة حية لأن العين هذه التي غسل السمكة بمائها هي عين الحياة كما تقول الأخبار والأحاديث إنها علامة لموسى من أن السمكة التي هيؤوها لأكلهم أن تتحول إلى سمكة حية فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا هذا غداؤهم المخطط أن يكون سمكا مشويا فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبة وماذا بعد ماذا نقرأ في سورة مريم في الآية الخامسة والعشرين بعد البسملة بعد أن ولدت وبعد أن جاء عيسى وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جهنية إنها الثمرة التي ذكرت في القرآن كثيرا أكثر الأشجار التي ذكرت في القرآن النخيل والأعناب والنخيل أكثر هذا القرآن دقيق هذا القرآن حكيم ولذا فإن الأئمة جعلوه قاعدة معلومات لنا أن نحتكم إليه بشرط 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 أن نلتزم ببرنامج حديث الثقلين أن نأخذ التفسير من العترة الطاهرة مثل ما بايعنا في بيعة الغدير هل وجدتم أثرا للثريد لا يوجد من أثرا للثريد في القرآن هذه الأطعمة المفضلة عند الله سبحانه وتعالى عنده ذوق رفيع عجيب أمر الله ذوقه رفيع ذوق محمد أيضا ذوق رفيع ذوق محمد هو ذوق الله فإن الأطعمة المفضلة عند الله هي الأطعمة المفضلة عند رسول الله وماذا بعد عجيب أمر هذا القرآن كل شيء فيه أنني أتحدث عن أمور ديننا أنا لا أتحدث عن الفيزياء والكيمياء فهذا الكتاب ما هو بكتاب فيزياء ولا بكتاب كيمياء هذا كتاب دين هذا كتاب صناعة الإنسان كما يريد الله القرآن هو كتاب صناعة الإنسان كما يريد الله وبتعبير مباشر كما يريد إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه في سورة الصافات في الآية السادسة بعد المئة وما بعدها بعد البسملة إن هذا لهو البلاء المبين أي بلاء حينما أمر إبراهيم أن يذبح ولده إسماعيل إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم أنزل الله له كبشا وأفضل ما يصنع بلحم الكبش الشواء هذا الذي كان يحبه رسول الله وهذا الذي كان يحبه إبراهيم فلقد جاءهم بعجل حنيذ بمشوي نضيج كما يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه لحم الغنم المشوي ماذا نقرأ في الكاف الشريف هذا هو الجزء السادس من الكاف الشريف لشيخنا الكوليني المتوفى سنة 328 للهجرة وهذه طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان صفحة 324 الباب 228 باب فضل لحم الضأن الضأن الأغنام على الماعز الماعز الحديث الأول بسنده بسند الكليني عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه الراوي يقول ذكر بعضنا اللحمان اللحمان جمع للحم ذكر بعضنا اللحمان تحدثوا عن أنواع اللحم ذكر بعضنا اللحمان عند أبي الحسن الرضا فقال هو المتحدث ما لحم بأطيب من لحم الماعز هذا الذي يتحدث فنظر إليه أبو الحسن إمامنا الرضا وقال لو خلق الله عز وجل مضغة يعني من اللحم الذي يمضغ هي أطيب من الضأن أطيب من الغنم لفدى بها إسماعيل ألا تلاحظون أن الطريقة التي تبنى بها برامج قناة القمر بربط الأشياء بالقرآن هي هي التي يتحدث بها أئمتنا لأنني تعلمتها منهم أخذتها منهم ذكر بعضنا اللحمان عند أبو الحسن الرضا فقال ما لحم بأطيب من لحم الماعز فنظر إليه أبو الحسن إمامنا الثامن الرضا وقال لو خلق الله عز وجل مضغة تمضغ من اللحم هي أطيب من الضأن من الغنم لفدى بها إسماعيل الحديث الثاني بسنده بسند الكليني عن سعد بن سعد قال قلت لأب الحسن قلت لأب الحسن لإمامنا الكاظمي صلوات الله عليه إن أهل بيتي لا يأكلون لحم الضأن لحم الأغنام قال فقال ولم قلت إنهم يقولون إنه يهيج بهم المرة السوداء المرة الطبيعة إنه يهيج بهم المرة السوداء حينما تهيج المرة السوداء ما الذي يحدث يصيب الإنسان الضجر هذا هو هيج المرة السوداء يصيبه الضجر يصيبه الملان إنه يهيج بهم المرة السوداء والصداع والأوجاع فقال لي يا سعد فقلت لبيك قال لو علم الله عز وجل شيئا أكرم من الضأن لفدى به إسماعيل فأطيب اللحوم وأكثرها نفعا للإنسان لحوم الضال والدليل من القرآن هو هذا نحن في أجوائنا الدينية نحن لا نتحدث في أبواب علم الحيوان مثلا لا شأن لنا بهذه التفاصيل نتحدث عن أمر يرتبط بأجوائنا الدينية وحينما يكون الحديث دينيا فإننا ننظر إلى الجوانب المعنوية في الأطعمة قطعا مع الجوانب المادية ربما في العلوم الدنيوية قد يجدون شيئا آخر في لحوم أخرى لأنهم ينظرون إلى الجوانب المادية فقط الأئمة هنا حينما يتحدثون يتحدثون عن الجوانب المادية والمعنوية ويأخذون بنظر الاعتبار بدرجة أولى يأخذون الجوانب المعنوية ما ينعكس على الإنسان في أخلاقه وصفاته وحالاته النفسية إلى غير ذلك إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم إبراهيم حينما يكرم الأضياف يكرمهم بالشواء لماذا لأنه يعلم أن هذا هو المفضل عند الله وماذا نقرأ في سورة الواقعة من الآية العاشرة بعد البسملة وما بعدها والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلتهم من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريقة وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون فماذا فماذا يقدم الله لهم وفاكهة مما يتخير الفواكه ولحم طير مما يشتهون ذائقة واحدة الذائقة التي عند الله في الدنيا هي هي الذائقة التي عنده في الآخرة هكذا يكرم أضيافه ولحم طير مما يشتهون وأطيب شيء في لحم الطير أن يشوى أن يكون مشويا وهذا هو الذي كان يحبه رسول الله وكذلك فإن الأنبياء يحبونه والعترة الطاهرة كذلك إذن أين الثريد في القرآن لا وجود له لو 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 أن رسول الله صلى الله عليه وآله أراد أن يبين فضل عائشة على النساء وأراد أن يستعمل الأطعمة في ذلك وهو بعيد جدا عن البلاغة لكن لو أراد رسول الله لأمر لحكمته أن يبين فضل عائشة ومنزلتها لتحدث عن أفضل الأطعمة بحسب القرآن لا بحسب البدو البدو كانوا يجدون الثريدة أفضل الأطعمة وما كان الناس بدوا جميعا والنبي ما كان بدويا وعائشة ما كانت بدوية النبي كان يعيش في المدينة وأهل المدينة حضريون فلا يمكن لا يمكن أن يتحدث رسول الله بهذا الحديث إذا كان يريد أن يبين فضل عائشة من خلال التفضيل بين الأطعمة فإنه سيعود إلى أفضل الأطعمة بحسب مذاق الله ومذاق الله في القرآن موجود فمذاق الله هو مذاق رسول الله رسول الله هو الذي يأمرنا أن نتخلق بأخلاق الله فهو المتخلق الأول والأخير بأخلاق الله هو المتخلق الأعظم بأخلاق الله فما جاء في القرآن هو هو في عقل رسول الله وفي قلب رسول الله وفي مشاعر رسول الله وفي ضمير رسول الله صلى الله عليه وآله وقت الحلقة انتهى والحديث لم ينتهي في دين الثريد سأثردهم ثردا انتظروني غدا كي أكمل لكم حديث الثريد سأثردهم ثردا